يا كلها بتحب أمي بتقف مع أمي أم ربتنا أبيا ميت من اتنين وتسعين أم اللي مربيانة ربتنا إحنا الخامسة خلتنا رجالة خلتنا زمان تشعيفانا كده ما أثرتش معانا في حاجة ليه أخت تعبانا هي اللي شايلها وشايلانا كلنا ما ماشي حيش حاجة عن أم مقدش استهلت عام الفهدة أمي تعبانا أمي بهدل أمي بهدلوها بهدلوها أمي متبهدلة جاملة 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 أمي تشوف أمي دماغهم ينصين في المشاعر أمي متبهدلة لأكلها بسألني بقول لأمي أبو أقل لأمك حلوى أمك ما فاشأ أي حاجة مش رد أقول لهم أي اللي كانت أمي مش رد أقول لهم انبيرة بيستفزونا انبيرة بيشتبنا كانت أمي ميتة أمي قادلت نركبه في بوابات انا مش قادر نشوف منظر البيت عايز انهم يمشوا من هنا يطلعهم البلد خالص يمشوا من هنا انت لو شفت منظر امي انا اللي شايف امي 4-5-16 يوم انا شايل ام وقعدمها امي صعبة صعبة منظرها صعب وشكلها صعب بقيت اطلب لها رحمة كل دقيقة اطلب لها رحمة كل دقيقة امي متبهدلة جامد جامد انا عايزة حق امي ا انا عايزة حق امي ش حق امي فيرще الا اطلبة ما شوفناش واحدة بالمنظر ده امي تساهلش كده امه تساهل ش67 عمل فيها دي أنا عايشة حق أمي سيدة حق أمينا سيدة حق أمينا متابعنا العزيب أرحب حضراتكم في لايف جديد من داخل محافظة ده أهلي مأساة شهدتها قرية ميت فارس التبع لمركز بني عباد سيدة مسينة تبلغ من العمر 73 عاما لمشاكل بسيطة جدا على الجيرة أو الخلافات على الجيرة كان ممكن تتحل بجلسة عرفية أو بجلسة ودية ما بين الطرفين لكن للأسف الشديد المتهم أنهى حياة سيدة مسينة جارته في سن والدته في اللحظة من الخسة والندالة وإنعدام الرحمة والإنسانية يعني قانت عليه الجيرة سيدنا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام دايما يوصينا بالجار ويقول حق الجار على الجار يعني أقرب والنبي يوصي على سبع الجار لكن هنا يعني نسمع تفاصيل مش هتصدقها لما تعرف إيه اللي حصل للحجة بدرية رحمة الله عليها صاحبتي 73 سام 73 عام داخل محافظة إد أهلية وقق لله حبيبتي ربني صبر قلبك يا رب صورة والدتك انتشرت على مواقع التقاص الاجتماعي لكل حزين قبل ما يعرف الواقع فيه على إن السيدة في هذا العم تروح ضحية لأحد جرانها ده ربع بإيه ولا إيه اللي حصل ما تسألنيش على التفاصيل اسأليني من ساعة ما دخلت بأم المستشفى أنت جالك الخبر إيه؟ أنا جالي الخبر بعد الفطار العيشة طلعت هاجر على المستشفى في اسأليني على منظر أمي قوليلي أمك عامل إيه؟ كانت عامل إزاي؟ إيه الإصابات اللي فيها؟ أمي كان وشها أسرق خالص كانت واخدة خطة هنا كده وخطة هنا خطتين عندها نزيب الدخلي وكسر في الجنجومة والشمي كان حبارها عن طرحة عن حاجة كوحل كده ما كانش باين لها منامح سواد أو زرقان ما كانش باين لها باين وشها ورقبتها من هنا كده كانوا كلهم زرق خالص كانت ش أمي الجزء دي كده ما كانش باين لها لمح خالص خالص أمي اعتبر طالعة من هنا ميتها دماغ أمي شفت الطمطمية اللي ضربة كان دماغ أمي زيها كده دارب دماغها كله ضارب عشان إيه؟ عشان إيه؟ عشان إيه؟ من اللي عمل فيها كده؟ السعيد إيه السبب إيه اللي يخلي واحد يعمل في سعيدة مسنة العمال دي؟ عشان شو اتشير؟ عشان شو اتشير؟ بيعمل فالها حتى لو خلي مش شو اتشير خليها ضربته خليها هي ضربته في سن والدية؟ ما عملش فالعمال دي؟ دربها بايه؟ بكوريك اللي هو بتاع المونة أضاع عليها بكوريك ماتب بساعدها؟ خطة واحدة بساعدها زي ده أصلا يضرب واحدة زي دية؟ زي موتها أصلا كده؟ ده هي أبويا ميت ونا عند خمس سنين أبويا كان ميت وسايبنا عند خمس سنين صغير هي اللي ربطنا وهي اللي جوزتنا وهي اللي علمتنا كانت هي الأم والأب؟ كانت هي الأم والأب؟ يا أموت أمي كان أبويا ميت يا أمي داخل المكبر كان أبويا أمي 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 اللي بيتم في الوقت ده يا أمي 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 بيتم في الاصل أنا ما شفتش عب لي لكن شفت أمي شفت أمي وشفت أمي حلالها أزاي يحرمني أصلا من أمي؟ أزاي يا إحنا عايزين حق أمي عايزين أمي تطلع بره هو يطلع بره البلد خالص وأهله شفت والدتك شفت والدتك أيوها شفتها شفتها أمي نزلينها على طرولي كانت أصلا ميتة امي كانت ميتة انت لو كنت شبت امي كنت انت بنت قصادها اصلا امي كانت حديتها وحشة او بتطلب بايه دلوقتي باعدام احنا عايزين امي اعدام هو يتعدم واحنا يطلعوا بره البلد دول مش بنا قدمين دول اصلا ما كانوش بنا قدمين دول اجرام دول مش حاجة البنا قدم بيحافظ على جاره بيخاف لو ضرب عيد انما دول لأ دول الاجرام في دمهم لو وردتك سامعك دلوقتي هتقولي الحقيقة اقولها الله يرحم اقولها الله يرحم بتقولي كانت لك كل حاجة هي كانت كل حاجة كانت ام وابويا واخويا وكانت كل حاجة في حياتنا الخبر جالك ازاي الخبر جاله وانا قاعد في باك بوزي لقيت مرة اخويا بتتصل عليها بتقول لي تعالوا بسرعة امك واخوك واخواتك روحوا المستشفى وحالة خطر بقنا هنكروا وبنصوت الناس بتكروا ورانا واحنا بنصوت مش عاد فين نعمل ايه ازاي اصلا ازاي يضرب واحدة عندها 73 سنة بتحمي عيل بتحمي ونامت علي يقبطها في دماغه ويقبطها في الشهر ازاي بوكريه بتحمي حفيدها يعني هو تعذب الضربة على حفيدها ولما جاك تحمي حفيدها يعني حتى مش بتضربه منهال عليها على رأسها من الخلف بالكريك دربا بالكريك حتى قد عليها للأسر لغاية ما ماتي كان في خلافات سابقة قبل كده ما عرفش انت كل اللي تعرفيه ان جالك خبر الحقي والدتك مغروبة وفي المستشفى في حالة خاطرة لما شفتيها قلت لها ايه كنت عارفة ان هي ماتت خلاص بيت اصوت والطم ان هي ماتت ام ماتت ام ماتت فضلت خمساشر يوم في المستشفى ما بين الحياة والمشي يعني نقولك كانت للأسف ميتة اكلينيكيا اه كانت والدتي ميتة ميتة جارك ده والقاتل المتهم لو سامعك هتقولي لي هعدمه زي ما خبط أمي بالكريك هقبطه هو كمان بالكريك لغاية ما يموت زي ما هي ماتت وقبض عليهم احنا مستنينا ان الحكومة تجيب لنا حقنا والجيب له امه حقنا احنا مش بقيدنا حاجة احنا مع ربنا ومع الحكومة بس مش عايدين نعمل اي حاجة الا لما تجيب لنا حقنا بس قولين لو سامعينك هتقولوا لهم ايه عايدين حق أمش عايز حق أغلدان عايزين حق اهو عايزين اعدام بنطلب بالاعدام بنطلب ان اهل وكلهم يطلعوا برا البلد ما عندناش استاعداد ان احنا ندخل البيت اهلي بمحطوطين في الشارع. او. ده واحد يهودي. ده مش ما يتقلش على ابن آدم. ده يتقل عليه يهودي. ده المفروض يتعدم. ما يستبش. احنا كلنا سقف القضاء العادل وقضاء مصر العادل وعارفين ان يتم القصاص العادل بامر الله تعالى. ربني صبر قلبك يا رب. معك سرعة لولدتك. ممكن تجيب بيها. البقاء لله. اعرفت ان حضرتك ابنها ولسه خارج من المستشفى امبارح بالليل. تعدوا عليك انت كمان بتضرب. انت وابنك يعني البقاء لله اولا. هتقول لنا اللي حصل بالضبط والمشكلة كانت امتا? اللي حصل المشكلة كانت يوم الوقفة بعد صناط المغرب. انا فطرت وكان فيه مشكلة بينه. بين السعيد وبين اخويا. ايه سببها? شوية شربي في الشارع. اخويا طبعا جاب لهم المجل. طب خليك مكانك. انا هقول للناس او هنوري الناس. هو ده بيت القتلة. وده شوية الشرب اللي محتوطين امام موضوعين امام المنزل. كان طبعا اعلى من كده. وكانوا معاليين الشارع ده بيمنع دخول الالات بتاعتهم. بيمنع مرور الناس في الراحة والجالة امام العمود اللي موجودة على شمال الشارع ده. شمال الشارع. وطبعا اه بدأ ان هو يتكلم معاه بالحسنة. شيء للشرب ده من هنا لان هي كسر حمر او كسر توب احمر وبيمنع دخول المرة وبيئزي الاطفال في الراحة وفي الجاية. شيء لهم قالوا لأ. فطبعا لجأ هو تكلم معاه بالسياسة لجأ لي المجلس المدينة وقال لهم في عندنا اطراب. اتمنى ان هو يتشال. مش اكتر من كده. ليه وليه ان هو قال لهم شيء للطراب او الشرب اللي قدام البيت. علشان حفنة من الشرب حفنة من اطراب قدوا على سيدة مسنة تبلغ من العمر تلاتة وسبعين سنة. يعني عاشت الناس كلها الحقيقة قبل اللي فشكروا لنا فيها. قالوا احنا كنا عايشين في بيوتنا مطمئنين بروحوا وبنيجي على حسها. سيدة مسنة لكن كانت تعرف ربنا. يعني ربنا يصبر قلبك. اخوك قال لهم شيلوا الشرب ده من هنا. اه اخويا انهم شيلوا الشرب من هنا. طبعا احنا كنا بعد الفطار هم عمر ومشكلة هو اخويا مع بعض. قبل الوقع تلات ايام. انا اقعد في العاشر مش قاعد هنا. انا جاي اجادة جاي عشان اعايد هنا. وفطرت مع عمي. وبعد ما فطرت قالت لي هي وخالي ام روح لعمك حمدينو هات وروح عشان تفض المشاكل. هي اللي قالت لك. اه. يعني عن رغم ان الطرف التاني ولا غلطان بس هي اللي بتطلب الصلح. عشان احنا جران. عشان احنا جران. عشان تفض المشاكل اللي بين اخوك وبين دول قبل ما تسافر. فهو بالنسبة للسعيد السعيد صاحب. اللي هو القاتل. اللي هو القاتل. تمام. فانا اوان معدي قلت لي خلينا روح لابو يا حمدينو. فالمسافة قريبة هي اخش عليه. ورح له بعشان ده صاحبك. سلام عليكم يا سعيد. سلام عليكم السلام. اه آآ 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 **** تبقى عند العمدة عشان يعرفوا مغلطة قوية العصايا بتاعت والدتك ليه دي؟ ليه؟ كانت دربتها بيه؟ دربوني بيه أخذها منه حضرتك الأستاس حرزلو ابنال كبير تمام البقاء لله هم طلبوا العصايا علشان خاطر ايه؟ أنا ماشي في الشارع اللي قد تهدموا عليها بالعصايا دي فالمم قال ايه؟ فادات العصايا وقتها منه العصايا بتاعتهم هم؟ بتاعتهم هم؟ اه تمام 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 فجلت عدوا عليها بها فعل المم اللي ايه كتها منها الفادات العصايا وكتها منها فالمم يجل وطلبوا العصايا وقلتهم لها يسلمها الزبط المباحث يسلمها للعمدة أنا اتضربت بها دي اداة اللي اه؟ اه اه اداة ادنى عليهم امه راح عمل فيها محض قد كنت ماشي مسالمة اناك من المسيكي وماشي ونتم يتعدتوا عليها فلما كدت منهم العصايا دي دليل علي ان انا بريه منه اه يسلمها العمدة يسلمها اللي زبط المباحث حق اه فاقوية لما قعد معهم قالوا طلبوا العصايا دي هتم مصممون علي ان العصايا لازم ترحلوك اما جبتوش محدش فيكو ايه هنقضت عليها بيكو قالوا لك ايه يا احمد حددوكم؟ حددوكم لو ما جبتش العصايا هنعمل ايه؟ انا لما روحت وقعدت مع السعيد فامو طلقتلي عايزاهي بقى زي ويسند على العصايا قلت لها حرام عليك قلت لها حرام عليك ما تدعيش على اخويا انا جاي لك اشوف طلبتك انا جاي طالب الصلح لكن ما تدعيش على اخويا هندعي ونعمل او ممشي المهم التقيت ايه؟ ابن السعيد ام ازحلي فين؟ في البراندا جاي قال لي علي الحرام من دي عصايا جدي لو ما جيت النهاردة لقاطع رائب تخوك بالسكينة ده ابن الراجل اللي انت قادم عليه وسعيد وقاتل ام ازعليه قال لي لو ما ايجت العصايا بتاع نمت الوقتي لانا قاطع رائب تخوك بالسكينة قلت له ابو ليه يا ابن يعني انت راجل هتقدر تقطعها؟ قال ايه قلت له عجبك يا سعيد قال لي الله دي مشي من ايه؟ قلت له اني في بيتك اما ام وقالت له قول لابنك عيب يا سعيد والدتك انت بقى جانت على الهيس لا ام هو وامت حطط له رائبتي تحت السكينة عمل اي هو؟ اه المهم بيقم ام شريف ام خبط ايده ابن عمه وراح خبط ايده وراح عيشه وقال له لابنك عيب يا سعيد ام طلع لقيت الولد ام داخل الجراش عندهم مطلع لمواغذة الفاس ومطلع الكواريك حاططتها في الشارع اعلن بقى مشكلة وحرب من النقطة دي اعلن المشكلة قلت له طيب انا هتصل بالشرطة انا مش قادر عليك بس هتصل بالشرطة اين عن بلاش 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 مش عايزين نلقبطها في الكلام ثبت دين للشرطة هو شاتم مش عايزين هو شاتم تعد بالالفاظ الخارجة وشاتم مش عايزين نقول الفاظ غلط غلط في الشرطة وقال لي انا اعلم في خالك ركبه ده ابن القاتل نعم اللي هيعدي هنا انا هقطع لك عندو كم سنة اللي بيعمل العمال دي عندو عشرين سنة لا عشرين سنة في العشرين من عمرك فقال لي انا اللي هيعدي من عليكم ان هنا هقطع لك قلتولها فانا قاعد مش هعد ولا روح وجانا اقعد قدام بتك وهو النوم رجال عالتحيل عليها فاجابوني هنا وجيت ورجعت تاني ابن ده كان ماشي فانا قلتوا لو روح يمسك فيهم ده في نفس اللحظة ولا بعدها بعدها بشوية يعني انتهت المشكلة والناس تدخلوا حل المشكلة ما بينكم انا ماشي تاني 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 هنقول تاني بعد انتهاء المشكلة حضرتك ماشي قلتلي ماشي بالصدفة تلاقيت في حاجة تحدفت عليك من فوق لا شومة شومة خبطت في دماغي وسكينة في ظهري وشوية وانا بتخيط تلاقيت ابني جاي للمستشفى ووخل مضروب ومتبهد ايه ده طب انت ايه يعني اللي حصل معاك انت ابنه عرفنا بيك بس الاول محمد ايه اللي حصل لانا وبص الايطة بيك اغرقان في دمه فاطلع تاجرب وبص الايطة موفين هناك على القضية كلهم فاطلع تجرب ان انا كنت راح بيدة فاضية بشينا راح ولا يوحد سكينة ولا يوحد اي حاجة اي حاجة اي حاجة لماشي تسمعت ان باباك متعور فجاري بتلحقه جاري بقى لحقه لاناك ايه مسكونة بقى هم استرمونا هناك السيد وبوه اللي امام كلهم هناك ده رابوك بايه؟ هل عندي البيت هنا اغلا فين؟ لما حصل الصويت والديت هنا في البيت لما حصل الصويت اشتلوا كله جيرا تمام فهم بتجري مع الناس ما تعرفش ان هم دولة اللي بنشكله اساسا هي سميت صدفة طالعة تجري بتجري مع الناس التوقعوا ان احنا ممكن نروح لهم هناك العائلة كلها هتروح لهم هناك فهم جايزين نفسهم بالشوم والكواريك ووقفين لهم معه هي حرب هو دي اللي حصل فوالديت نزلت على ديت تحضنه شافت حفيدها مصاب وغرقان في دمه خط في دمه هنا في قروتها من قدام وخط في دمه من اللي يجي لقلب يخبط سيدة مسينة في عمر والدته 73 سنة يعني يخبطها قوة كوريك بقى لحد مش حتى ضربة شكل ده حسن هي ضربة موت الولا السيد السعيد عبد النبي نزل في دمه أمي بالكوريك خططين واحدة قدام واحدة ورح وبوه بالشومة السعيد السيد عبد السعيد على والدتك برضو يا عمي اللي خبط والدتي السعيد الكبير لأنه هو اللي كان مسكوا كوريك وفيه لأن الكاميرات جايبها هو مسكوا كوريك وضرب والدتي يعني كان في كاميرات مرأبة رصدت الوقع من أولها لأخيرها وفيه كاميرات فاول الشارع جميلة هي جايبها هو اللي بضرب والدتي تمام أيوا شفت الكاميرا تمام حضرتك يعني حسبي الله ونعم الوكيد حسبي الله ونعم الوكيد والدتك ظلت في المستشفى 15 يوم وانتشر يوم مفيش نفسك بسه على التنافس الصناعي على التنافس الصناعي والدتي الكلمة الوحيدة اللي قالتها في المستشفى اللي بنقلها من على السرين على الترول عشان لوديها الأشعة كلمة أه بس لا حوله لك من يوم ما نقلت لما عندما مأتواف كلمة أه مافيش حد عند أنا لسه عند وقت ما نزلتش دمعة عالم من الحصر والصدمة ولا دمعة نزلت عالم من الحصر والصدمة ربنا أرحم حضرتك من الأسرة من هنا لا ده أنا جاي عز الأخ حز الأخ تعرفوا اي عن الحاجة بدرية رحمة الله ونعم دول ناس يعني ونعم ناس محترمين عوائل يعني ذات أصول أنا أعرف عنهم الطيبة والشهامة في المواقف وكل حاجة حلوة بأمانة والشارع المصر كله في حالة من بني عبيد الشارع المصر كله في حالة من الصدمة والزهول شباب أو يعني شاب في الأربعين من عمره يتعدى على سيدة آآ لا أنا مش عايزة صورتها لحوله ولقوة إلا بالله مش عايزة صورتها ويا في المستشفى أنا عايزة صورتها قبل يعني المنظر صعبة ما ينفعش أن أنا أعرضه لحوله ولقوة إلا بالله يعني المنظر يجب أن يشوف كل حاجة واتبع كل حاجة عشان الناس هي اللي هتجيب حق وأمك دي الحاجة بدرية الحاجة بدرية رحمة الله عليها سيدة مسنة الكل بيشيد في أخلاقها الكل بيتكلم عنها عاشت طول عمرها محدش سنعنا أي حاجة وحشة الجران بيقولوا نحنا كنا عايشين على حسة كنا نسيب باب بيتنا مفتوح وهي تاخد حس قصل الشباك ده حضرتك الشباك ده فيه ناس كانوش يناموا قال لما يخبطوا أنا عاوز المتابعين معانا يشوفوا المنظر ده شايفين البيوت هنا عاملة ازاي؟ فيه آمان لأقصى درجة نحنا نسيب الشبابيك مفتوحة في وش بعض فيهنا مراعاله الأصول وأصول الجيرة اللي وصان عليها دينا ويسيبنا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام لكن للأسف في علم إن موجود جران بيراعوا الأصول لكن فيه جران تانية تعدوا الأصول وتخطوا حدود الدين ويجانوا على سيدة مسنة حاسب يا الله ونعمة الوكيل فيه حاسب يا الله ونعمة الوكيل تعتبر هي كانت أم الشرع كله تعتبر كانت أم البلك كلها مش أم الشرع بس مربياكم مربيا ولادكم هي كانت هي الأم والأب لنا بقولك ولدي ميت وأنا عندي خمس سنين هي اللي ربتني نعمة north أنا أول مرة زورتها في المقابر قلت لها قالت لها ربنا يا رحمها قريت لها الفتح بس معرفتش عايط برضك عليها, مش عارف عايط انا عارف اني هي عند اخوية في العاشر و هترجى عقلك من الصدمة رفض يصدق ان هي مش مصدق اين اصلا ان هي اتوفه مش عارف اقولها اصلا مش متخ faço انا اقول كل ما زي دي علامه مش مقدر اقول كلمة زي دي على امي ان هي ما تساهلهاش سهلش كلمة زي دي بهدلت بهدلها جامد وانا عايزة هو زا ممي قعدت خمستاشر يوم هو ما يقعدش كتير حاكم عليه في اقرب وقت في اقرب وقت حق امي ييجي ما يقولوش لا اسانة و اتكلمت اتكلمت معاك انت لو كنت مرافقة معاها انها ما نطقتش خالص كان نفسي تكلمني كلمة ما نطقتش ولا كلمة ما تكلمتش ولا قالت اي حبه خالص امي اعتبر ماشية من هنا ميتة ماشية من هنا ميتة ما نطقتش ولا بكلمة ولا قالت اي حاجة امي امي تبهدلت امي تبهدلت جامد انا كنت كل لحظة بقول الله يرحمك يا امه رب بقيت اطلب لها الرحمة من كتر العزب الليها كانت فيها قلتلي ما كانتش وشاة و جسمها بينين من كتر الاهزة مفيش حاجة باينة فيها خالص وشاها مش باين مفيش حاجة فيها باينة خالص محاولات انقاذها باقت بالفشل الطب اعلن فشله للأسف في علاجها وفي شفاقها وكان ربنا راد نوعي رحمة لان لو كانت عشكة هتعيش عجزة للأسف والتاني بعلبوها باي قولولي اطلب لامك الرحمة امك ما نفعش تعيش تاني عاجة عيشة تاني أستاذ طاري عبدالعزيز عبدالشورة والسيادة المستشار طاري السعدني والسيادة الرائد محمد بي صلاح وكوات امن المركز بناعبيت بما امم بهم من المجودة اللي عملوهم معنا وواجب العزاء اللي عملوهم معنا في والدتي انت قلتلي انا ليا طلب اخير غير ان القصص لوالدتي الطلب الاخير ان الناس دية ما عديش عليهم مريعات تشوفهم مشكلة اللي بينكم بينهم تقريبا يعني بالكتير تمانية عشرة متر بالكتير مينفعش ان انا عدي رايح جاعة اليوم فيه بيحصل احتكاك فيه استفزاز بيحصل حتى لو بعد عشرين سنة انت غير قابل تشوف القاتل واسرة القاتل اللي تجمع عليك انت واسرتك والدتك يعني ممكن اها عيط لما اشوف القصص تحس ان ربنا اسلك صدرك بالقصص هابدع افك عن نفسه اعي حاسب الله ونعمل وقت سيدة مسنة لبسة الكفن كان نفسها تفرح باولادها واولاد اولادها واحفادها انهارت لما شافت حفدها غرقان في دمه واقع على الارض للأسف الشديد يعني في وقع مأساوية ولادها الاثنين في المستشفى ويحفدها بيحصلهم وطت عليها علشان تحضنه وبتاخده في احضانها جاري ابن حبيبي حفيدي واذا بالمتهم واذا بالمتهم من الاسف الشديد يهجم عليها في خبطة يعني اوطعنا كلها غدر وخسة خبطها من الخلف رأسها من الامام ومن الخلف ويعني الكوريك اعتبر اه لحده وانهى حياتها فضلت 15 يوم على الاجهة الحاجز انت محضرتش جنازة وقتك كان نفسك طبعا كان نفس ان انا شوفها ما شفتش والد تقول ايه للقاتل دلوقتي القصص العادي المناشد الرسائد الرئيسة عبدالفتاح السيسي بالقصص العادي انتو ناس محترمة متحكمين في اعصابك وارفازك وناس كويسة ومنصعين لأوامر الشرطة ان انتو في حالكو ما نحتكش بهم حتى لو ما احتكو انتو ما بتردوش ناس محترمين الحقيقة يعني اي حد غيركم كان هينهار يبدأ ان هو عايز يخد بكم وربنا يرحم الحجة بدرية رحمة الله عليها ويتغمدها بواسع رحمته ويتقبلها عنده من الشهداء لان هي اعتبر ماتت وهي بتدافع عن دناها او حافدها وعن بيتها